موسيقى تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة في مكافحة فيروس كورونا وذلك من خلال مواصلة تطبيق الإجراءات والتعليمات الصحية الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي والتي تم انتخاذها منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس قبل عام من الآن سنة كاملة مرت على اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مملكة البحرين ومنذ ذلك الحين وفريق البحرين يواصل الليل بالنهار لتجنيب المجتمع تداعيات الجائحة والحفاظ على الصحة العامة بجهود حثيثة يشهد لها القاصي والداني وتواصل مملكة البحرين نجاحاتها في هذا الصدد رغم التحديات التي فرضتها الجائحة فيما يستمر التعويل على كافة أفراد المجتمع من خلال وعيهم بأهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومع انتشار السلالة المتحورة لفيروس كورونا بوتيرة متسارعة كانت مملكة البحرين سباقة في توفير اللقاحات المطادة لفيروس كورونا قبل ظهور أي تحور للفيروس فمن لقاح واحد إلى أربعة لقاحات تتوفر حاليا في مملكة البحرين بشكل اختياري للراغبين في أخذ التطعيم تعزيزا لجهود محاربة الفيروس وتستمر الجهات الصحية في المملكة في التأكيد على أن الإجراءات الاحترازية المتابعة في المملكة ضد فيروس كورونا أو أي سلالة متحورة هي ذاتها لمنع انتقال الفيروس بالإضافة إلى تلقي اللقاح بما يشكله من حماية للفرد والأسرة والمجتمع كل الإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين في سنة كاملة لن تتواجأ إلا بنهاية هذا الفيروس ولن تتحقق هذه النهاية ما لم يكن المجتمع واعيا ومساندا للجهود الوطنية التي تبذلها كافة القطاعات المعنية في المملكة فمساندة المجتمع لجهود الفريق الوطني هي الفيصل في هذه المرحلة الهامة من مراحل التصدي للفيروس ولا تتم المساندة إلا بالوعي المسؤول والحس الوطني في اتباع كل الإجراءات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا لذلك ومن أجل مجتمع آمن وسليم ومعافى نلتزم للبحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر